موسيقى بس الاب والاب والروح الكدس الهي واحد اني احبائي اهل بيه هنكمل بنعمة ربنا النهاردة تأملاتنا في المزانير وهنتكلم النهاردة عن مزنور الـ 14 بسالة باجر هو مزنور الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حزن حياتي ممن ارتعب وده حبيبي مزنور الـ 26 المزنور ده كتبه داود النبي واغلب المفسرين يعتمدوا على عنوان المكتوب فيه مزنور لداود قبل ان يمسح ملكه وقالوا ان كتبه في الفترة اللي كان هربان فيها من شاوي البلك قبل ما يتمسح ملك بشكل رسم بيبتدي داود النبي مزنوره بالكلام بانتهى الثقة والثبات بالقوة ان ربنا هو النور اللي بيحميه من حتمة الخطيئة وهو الخلاصي الابدي ليه من الهلاك اللي بيتمناه ليه اعداء فمش ممكن يخاف او يرتعب من اي حاجة او من اي حاجة وهو بيقول كده لان فيه رصيد كبير من الثقة فعمل الله عند داود النبي علشان كده بيقول ان لو قامت عليه جيوش كتيرة ولو قامت عليه حروب صعبة فمش ممكن يخاف او يدهز ودي يا حبيبي حلابة العشرة مع ربنا لما الانسان يبقى عارف اللي ربنا عمله معاه وواصف ان مش ممكن يسيبه لكنه هيقدر يتمجد معاه رطولي سي بابا كرولوس قال الله الذي ابتدأ معك الطريق لن يتركك في منتصف وهنا حبيبي بيجي دور الشكر فالانسان اللي اختبر عمل الله معاه وعاشه وشاف عليته بحافظ عليه بيتمنى ان يشكر ربنا ويكمل معاه في علاقة اقوى وعمق اكبر زي داود النبي ما بيقول واحدة سألت من الرب وإياها أجتمس أن أسكم في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرص فيه هيكله المقدس لأنه أخفاني بخيمته في يوم شدتي سطراني بستر مزلطي وعلى صخرة رفعاني يعني بيقول كل اللي بطلب من ربنا أني أعيش معاه للابد علشان أشوف مجده ونعيني واملعيني من نور الهيكل المقدس بتاعي فربنا خباني في حضنه في وقت التعب والشلة وسطرني بجناحه وبقوة مجده رفعني على كل الأحداث فأنا حاوز أعيش معاه بعمره كله وأشكره وأسنبحه وأرد الليل بيكمل داود النبي صلاةه وتوسلاته إنه ينقذه من الأحداث ويرحمه ويقبله في بيته باستمرار لأنه ملوش حد غير ربنا وهو باسق إن ربنا هيتمجد ويستجيب لي عشان كده قال في الهاية المزمور وأنا أؤمن إني أعاين خيرات الرب في أرض الأحيان في الهاية المزمور نلاقي الثقة والإيمان اللي داود النبي بيكررهم في كل مزاميره وصلاة وده اللي بيخلي صلاة داود فيها الكوة فالرب يسوع المسيح قال وكل ما تطلبونهم في الصلاة مؤمنين تنالون فهريت إحنا كمان يا حبيبي يكون حمدنا نفس الإيمان ونفس الرجاء عشان ناخد نفس الاستجامة وإنت بتصلي يا حبيبي المزمور داود خليك واسق بقوة ربنا وحفظه وفتكر كل المواقف اللي ربنا نجاه فيها من كل شرق واشكره عليها وخليها رصيد يقويك في وقت شدتك واطلب من ربنا يسمعك ويستجيب ليك في وحدتك لأنك ملاكش غيره خليك واسق إنه هيتمجد 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 معاك فانتطر الرب وخلي قلبك شديد ربنا يكون معاكم يوليتي وبناتي الغليين يحافظ عليكم ويفرح إلوبكم أشوفكم مرة الجاي اشتركوا في القناة